الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل بدأت من على ضفاف النيل وتحديدا من خلال مشاركة الشب المعتزم نيف الجائفي في بطولة الشرقية الدولية المفتوحة للعبة شطرنج في الفئات السنية المختلفة وكذا الكبار المشاركة كانت ممتازة بطولة الدولية رائعة شاركوا فيها أكثر من ثماني لعب فيهم المصنفين الدوليين أكثر من خمسين ستين مصنف دولي واحتكب لعبين كبار وكتب خبره وكتب معرفة مسافات كبيرة قطعها معتز خلال البطولة عكست سقف طموح بن الجائفي العالي وتجسد ذلك بالنتائج المحققة فوق رقعة الشطرنج والفوز على مصنفين دوليين وعمالقة اللعبة في الوطن العربي ليتوجى الفتى اليمني بكأس المركز الأول في فئة الناشئين واللاعبين غير المقيمين من أصل 169 مشاركا المنافسة كانت شارسة وكانوا لاعبين دوليين قوياء من عدة الدول من ليبيا وفلسطين ومصر واليمن وقد كانوا الأغلبية في البطولة مصنفين يعني حوالي 170 لعب هكذا مصنفين والحمد لله في هذه البطولة أكثر حاجة استفدنا من هذه البطولة رفعنا على مليمن وحصلت على تصنيف دولي نتائج معتز خلال البطولة التي أقيمت مطلع الشهر الجاري أهلته للدخول في قائمة التصنيف الصادر عن الاتحاد دولي لشطرنج الذي سيصدر في غضون الشهر المقبل كانت مجاركة ممتازة وحصل على هو أكثر ما استفد منه أنه حصل على تصنيف دولي وهذا أول خطول له في مجالها الرياضي وهو عنده عدة مواهب ليست غير الشطرنج فقط الثناء الجائفي مصران خلال فترة الإقامة في مصر تلقي دورات تدريبية على أيدي أمهر المدربين في لعبة الشطرنج وتطبيقها الفعلي والعملي على الفور ضمن نزالات عادة ما تؤكد تفوق التلميذ على معلمه وأن معتز بهذه النقلات سيصل إلى ما يصبو إليه يقال أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر ويريد معتز من خلال أحجار الشطرنج أن يترك أطيب الأثر وأن يدون اسمه في سجلات لعبة الملوك بحروف من ذهب تامر عبدالوهاب اليمن اليوم القاهرة